نتكلم على العلوات اللي تكلفت 8 مليارات كونين فكرة العلوات دي الدولة بتأكد عليها كل سنة يمكن حتى كمان كانت موجودة العام الماضي بتتجدد بعض العام دوات والعلوات مع الحافظ الإضافي الأمين بيعتبروا في المجمل زيادة في الدخل الكل اللي بيحصل عليها الماضي فبتعمل زيادة كمان فتقدر أن هي تدي له يعني بوش أو دفعة قوية أن يكون الإجمالي بالنسبة له جيد يقدر أنه هو طبعا يواجه به الضغوط التضخمية اللي احنا ابتدنا نشوفها واللي كمان الدولة عندها علم بأن الفترة الخاصة بعدم الاستقار والموجة التضخمية دي هي مش فترة مؤقتة قد تكون مستمرة لأن بعده خلينا عبوت الأمر دوت بمنتدى دافوس اللي اشتغل وبدأ مباح وكان يمكن رئيس الصيني كان لي حديث عن الجزء الخاص به سلاسل الإبداد والتوريد والجزء المتعلق بالموجة التضخمية المستمرة والمشاكل اللي موجودة على الاقتصاد العالمي وإحنا أريد جزء من هذا الاقتصاد وبالتالي مع استمار موجة التضخمية دي النتيجة عن عوامل خارجية أكيد كان مهم جدا أن يبقى فيه جزء متعلق بالأجور والجزء الخاص بالمكاملات لهذا الأجل من طريق العلوات والحوال طيب أنا عايزة أركع تاني مع حضرتك لما حدث اليوم في اجتماع السيد الرئيس مع الحكومة ممثلا فيه سيد طمع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وكان المجموعة المالية موجودة وزير المالية وأيضا نائب وزير المالية أحمد كوجك ودكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة فإحنا كده بنتكلم بأنه ده اجتماع مهم علشان نناقش كل اللي احنا بنقوله ده فيه كمان حاجة كانت مهمة جدا النهاردة وهي تعيين 30 ألف مدرس سنوية وده قياس للإحتياجات السوق وإحتياجات التربية والتعليم وكل الأشياء ده خلينا ناخدها كمان من منظومة مهمة جدا لأن احنا حتى لما نيجي نستكملها نلاقي أن الدولة اللي بتتحرك بقوة على بناء الإنسان المصري فبتتحرك على قطاعين رئاسيين التعليم والصحة ومن هنا كان لابد أن احنا كمان مش بنتحدث فقط على الموظف في الجهاز الإداري للدولة ولكن كمان العاملين في القطاعين دولة القطاع تعليم وقطاع الصحة عشان كده قطاع تعليم كنا تابعنا طبعا الفترة اللي فاتت كان فيه عجز بعض الشيء في عدد المعلمين فكرة أن يتم تعيينهم ويبقى موجود فكرة 30 ألف معلم وخطة على مدار 5 سنوات ده أمر جاي جدا بجانب كمان الخبر التالي اللي مطابق به صندوق تطوير التعليم اللي يدخل فيه 3.1 مليار جنيه هو يعتبر أيضا داخل التطوير أكيد تعليم الجميع ترقناه لا برضو لقينا إزاي فيه حديث عن أعضاء هيئة التدريب ترجمة نانسي قنقر